سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفَعَلُونَ كَبْرَغْتًا مِنْدَ اللَّهِ أَعْرُ تَقُولُوا مَا لَا تَفَعَلُونَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَبْتًا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْسُوسٌ وَإِذْ قَالَ مُوسَى بِقَوْمِهِ لِيَا قَوْمِهِ مَتُرْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَابُوا أَزَابَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وَإِذْ قَالَ أَيْسَ بِنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِكْرٌ مُّبِينٌ وَمَنْ أَظْلَوْمٍ مَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يُدْعَى إِلَى الْيَسْلَامِ وَاللَّهُ أَيَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ